يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي شأن غاراته الجوية على مدينة رفح الفلسطينية بعد سيطرته على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ويواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوى به رغم توقف حركة مرور الأفراد والمساعدات الإنسانية بسبب العمليات العسكرية المستمرة والقريبة من المعبر لدى الجانب الفلسطيني ولمزيد من التفاصيل نتابع زميل محمود جمل أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين لازلنا نتابع معكم التطورات الجارية أمام معبر رفح البري وأيضا في مدينة رفح الفلسطينية يعني لازالت الغارات الجوية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية مستمرة منذ صباح هذا اليوم وأيضا في وقت متأخر من مساء أمس كانت الغارات الجوية شديدة وعنيفة والقصف مستمر وهذا أدى إلى سيطرة الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل صباح هذا اليوم على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ورفع العالم الاسرائيلي هناك وبالتالي هذا يعني أثر وأدى إلى توقف حركة المساعدات بشكل كامل وأيضا يعني كما نسمع دوية هذه الانفجارات المستمرة هنا يعني سواء كانت يعني غارات جوية أو أحزمة نارية أو أسلحة نارية وكما نسمع أيضا من الجانب الآخر الآن هذه الغارات الجوية المستمرة لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي عن عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وربما يعني تابعنا وشاهدنا منذ صباح هذا اليوم بعض المشاهدة التي تظهر توجل الدبابات الإسرائيلية داخل بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني بالتأكيد يعني بوابة معبر رفح من الجانب المصري لم تتأثر ولم تغلق أبوابها ولكن التأثير الأكبر هو من الجانب الفلسطيني نظرا لوجود جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه البوابة فبالتالي الأوضاع هادئة تماما من البوابة المصرية ومن أمام معبر رفح من الجانب المصري وتستمر الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى